اشتركوا في القناة والمحافظات الخاضعة لصيدرتها كجزء من مشروعها الهادف الى تغيير الهوية المجتمعية بما يتناسب مع مشروعها الطائفية الدخيل المراكز الصيفية التي اطلقتها الميليشيات بداية يوليو الماضي بدعوة وجهها قائد الجماعة عبد الملك الحوثي وضالب فيها بتحشيد الطلاب الى المراكز الصيفية التي اتضح فيما بعد انها مراكز لتعليم الفكر الحوثي وغسيل ادمقة الطلاب بافكارها المتعصبة والتي كانت بداية لضرب الوحدة الاجتماعية المبنية على القيم المشتركة وشرعت الجماعة بذلك في تجيئة اليمنيين لتسهيل عملية تغيير الافكار والثقافات فكرة المراكز وفرض تعليم الملازم فيها توجه عزمت عليها الجماعة بعد تجربتها في المراكز الصيفية في المناطق الخاضعة لها في سابقة خضيرة يتضاعف فيها مستوى التهديد الحوثي على ما تبقى من النسيج الاجتماعي والقيم الدينية الميليشيات بدأت مشروعها الطائفية الجديد في مديريات همدان وسنحان مسخيرة عشرات المعلمين المؤدلجين التابعين لها من من تلقوا تعليمهم في صعدة على ايدي طائفيين حوثيين تدربوا في ايران وجنوب لبنان تحت غضاء تعويض الطلاب عن النقص الحاصل في المنهج الدراسية كما تزعم ميليشيات الحوثي التي تعمل في الواقع خلاف ذلك فمضمون ما يتم تعليمه في تلك المراكز يخلو من تعليم القرآن او التضرق له من اي زاوية بل يتم تدريس ملازم الجماعة المحشوة بالافكار الظلامية ورصدت نقابة المعلمين اليمنيين مائة واربعة وثلاثين تعديلا اجرتها ميليشيات الحوثي على المناهج الدراسية اما الانتهاكات بحق التعليم فقد وصلت نحو ثلاثين الف انتهاك خلال عام واحد توزعت بين قتل واعتداء واختضاف وتجنيد اطفال وغيرها في ادار استهداف الميليشيات للعملية التعليمية في اليمن اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة